ايه الوصفة بتاعتك اللي يعني سماعت تسميع فظيئة وعملت مشاهدات فظيئة؟ كان صوص الجبنة ده كان من اوائل الفيديوهات اللي عملت انقلاب على السوشيال ميديا ما كانش لسه فيه الكامل كبير اللي احنا دلوقتي بنشوفه الحمد لله الوصفة كانت هيلة جدا الناس دلوقتي هتدخل تكتب صوص الجبنة فاطمة بكات هدخلوا دلوقتي اه ده ده كان من اوائل الفيديوهات فعلا اللي عملت ضجة كبيرة والحمد لله مفضلة ربنا برضو ان الناس لما بتجرب من وراي الوصفة بتطلع معها مظبوطة ودي من اكتر الحاجات اللي انا كنت مركزة عليها من اول ما طلعت او من اول ما بدأت اعمل الوصفة وتمام التمام تنزل يعني ممكن ساعات ببقى بتجرب وصفة جديدة انا نفسي عملتاش قبل كده وصور عجبتني والنتيجة تمام الفيديو ينزل ما عجبتنيش الفيديو ترمي لا يا شيخ اه طبعا اه طبعا الموضوع مش موضوع تجاري بحث او ان انا يعني انت ممكن وصفة بوز وانت بتصوريها اه طبعا فما تنزلش وعايز اقولك ان انا بتعب قد ايه في الفيديو عشان يتصور وقته ومجهود ومتاريال والكلام ده كله وما ينزلش لا انا اهم حاجة في الاخر اللي تاخد مني الوصفة تدعيلي دعوتها دي اهم حاجة عندي دعوتها دي اللي عملت فاطمة بوحتي يعني انا بقولك انا الموضوع كله خد اربع سنين يعني دلوقتي بالضبط اربع سنين مش كتير مش كتير مش كتير ما شاء الله اللهم ابارك على خمسة مليون متابع على الفيسبوك وثلاثة على اليوتيوب وحوالي سبعمائة الف وزيادة على انستجرام فمش كتير او ده كتير على اربع سنين ده جي من مصدقية اتبنت وثقة ما بيني وبين الحبيبي بقى مش الجمهور بقى بالحبيبي انا اه بالضبط فالحمد لله ده من فضل ربنا